في الوقت الذي يعصف به فيروس كورونا بالعراق تحاول الكتل السياسية تحقيق مكاسب حزبية والالتفاف على بعض مطالب ثورة تشريم مستغلة تخفيف المتظاهرين من التجمعات خشية على أرواح العراقيين من الوباء القاتل ستة أشهر مرت على إقرار قانون الانتخابات الجديد وبالرغم من افتقاده لتغيرات جذرية إلا أن الأحزاب قدمت بعض التنازلات في فقرات القانون تحت ضغط الثورة لكن ما إن خفت ضغط قليلا وانشغل الناس بالكارثة الجديدة حتى تحرك 170 نائبا في البرلمان لتعديل القانون وإعادة الفقرات التي غيرت منه لسيما عدد الدوائر الانتخابية وترشيح المستقلين نية الانقلاب على القانون لا تبدو وليدة اللحظة بل كانت مبيتة خصوصا أن القانون لم يرسل طوال الأشهر الماضية من البرلمان إلى رئيس الجمهورية للمصادق عليه ونشره في الصحف الحكومية بسبب عدم اكتمال الاتفاق على جميع مواد القانون وفضلا عن أن قانون الانتخابات يعج بالثغرات ووصفه نشطاء بأنه فخ نصب للالتفاف على الساعين للتغيير عادت الكتل السياسية طرح قضية تعديل القانون لنزع بعض الميزات منه الالتفاف على الثورة شمل أيضا محاولات السلطة إعادة مجالس المحافظات التي أصر المتظاهرون على إلغائها كونها تمثل حركة وصل زائدة في جملة الفساد الحكومي المتفشي في العراق تلك المحاولات رأها كثيرون تحدي للمتظاهرين المطالبين بإسقاط النظام ورحيل الأحزاب لا سيما أن تلك المجالس ترهق موازنة البلاد المثقلة بنحو 200 مليار دينار سنويا كمرتبات شهرية ونفقات حماية وإقامة ونفقات أخرى بينها ما يعرف بمخصصات الخطورة والضيافة نظرة السلطة الاستغلالية تعيد للأذهان ما فعلته الحكومات المتعاقبة خلال الأزمات واعتبارها شماعة لتمرير مشارعها وهي اليوم تعيد الكرة فتسهل للأحزاب الاستمرار بمصادرة إرادة العراقيين ولي أعناق مطالبهم كما تعيد متهمين بالفساد إلى إدارة المحافظات في وقت أعلنت الحكومة عن إفلاسها أو توشيك